استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود الدولة لمواجهة العنف ضد المرأة وأشارت التنسيقية إلى أن مصر أطلقت ثلاثة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر جاء ذلك ردا على التقرير نصف السنوي والمقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات والذي ادعى عدم تحريك القضايا ذات الأولوية للمرأة المصرية